تنمية الذات ودورها في بناء علاقات إنسانية كيف ننمي الذات اللي هي الشخصية وما هو دور هذه الشخصية في بناء علاقات إنسانية طبعاً إحدى ما تقود إلى الأخرى ننمي الذات نطور الذات وبالذات طبعاً من خلال الاتصال هذا يؤدي إلى بناء علاقات إنسانية حميمة طبعاً هناك الكثير من الموضوعات خلال الفصل الأول اللي هي مفهوم الاتصال الشخصي ما هو الاتصال والاتصال الشخصي بحد ذاته أيضا هناك طبيعة الانجذاب إلى الآخرين لماذا ننجذب إلى الآخرين طبعا اللي هو العالم المحيط الداخلي والخارجي البيئة وكيف نطور العلاقات الإنسانية أيضا هناك مفهوم الذات مفهوم الذات والتعبير عنها اللي هي الشخصية كيف نعبر عنها أيضا عوائق الافصح عن الذات لماذا هناك بعض العوائق السلبية في الافصح عن الذات لماذا لا نفسح عن الذات طبعا بداية نلاحظ عنها المواضيع كلها الشخصي لشخصية أيضا هنا الشخصية العلاقات الشخصية الذات اللي هي الشخصية أيضا الذات نلاحظ عنها عندنا الشخصية الذات الشخصية الذات كل ذلك له علاقة بالشخصية فما هي الشخصية بداية نقول ما هي الشخصية تعريف الشخصية أو الذات طبعا تعريف الشخصية هناك عدة تعريفات للشخصية نقول منها أنت كما أراك أو أنت كما ترى نفسك كيف ترى نفسك أو أنت كما تحب أن يراك الآخرون هي كلها مفاهيم تتعلق وتدور حول الشخصية ولربما كان الانطباع الأول هو المحدد الرئيسي للكثيرين لطبيعة الشخصية لذلك يهتم كل من الإداريون القادة الإعلاميون الرؤساء باللقاء الأول الذي يعطي الانطباع الرئيسي ويرسم محددات تلك الشخصية التي قد تعني الكبول أو الرفض لأهمية ذلك في العلاقات الإنسانية والاتصالات التي تحدث في كافة نواحي الحياة طبعا هناك تعريف آخر للشخصية يقال بأن الشخصية هي الجانب الذاتي من الحضارة الإنسانية ويعرفها الآخرون باعتبارها التكامل لخصائص الفرد التي تحدد دوره ومكانته في المجموعة أو البيئة التي ينتمي إليها هناك أيضا يقول العالم ألبورد أنه قد وجد حوالي أكثر من خمسين تعريف للشخصية فملخص هذه التعريفات هي الصفة والخلق وحقيقة وجود هذا الإنسان والشخصية هي جميع الصفات والخصائص التي يتميز بها فرد عن آخر أو يمكن تمييز فرد عن آخر وهي المحصلة العامة لكل الدوافع والعادات والاهتمامات والميول والمثل والأراء والمعتقدات سواء كان منها الموروث أو المكتسب كل هذه تعود على سلوك الإنسان وكيف يتفاعل مع البيئة التي يعيش من خلالها طبعا هناك أيضا تعريف للدكتور هادي الهيدي يقول أن الشخصية هي أسلوب عام منظم نسبيا لنماذج السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم والعادات والتقاليد والتعبيرات لشخص معين طبعا هذا الأسلوب العام هو محصلة للكثير من الخبرات التي تمتع بها هذا الشخص في بيئة ثقافية معينة وتتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي لذلك يقال أن الطفل يولد فردا ولا يولد شخصا ثم تتبلور الشخصية من خلال عملية الاتصال بالآخرين هذا بشكل سريع ما هي الذات أو ما هي الشخصية طب ما هو الاتصال ما هو الاتصال طبعا نحن نعلم أن الفرد يتفاعل مع غيره من خلال وسائل الاتصال وذلك للتعبير عن أبعاد التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ويعد الاتصال الوسيلة الاجتماعية التي يتم من خلالها التفاعل بين الأفراد والجماعات وخلق حركة ديناميكية جماعية للتفاعل المستمر بين هذه الأفراد والجماعات سواء كان في البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية أيضا الاتصال هو وسيلة رئيسية من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أهداف أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف شخصية فردية بشكل خاص حيث يتم من خلالها تبادل الأراء والأفكار والمعلومات بين الأفراد لغرض تحقيق الأداء المستهدف سواء كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد المنظمة لذلك ازدادت أهمية الاتصالات في المنظمة وفي المجتمعات هنا نعرف العلاقات الإنسانية ما هي العلاقات الإنسانية لندمج ما بين الذات والاتصال ودوره في تنمية وتطوير هذه العلاقات الإنسانية يمكن تعريف العلاقات الإنسانية على أنها ذلك الميدان في الإدارة الذي يهدف إلى التكامل بين الأفراد وذلك لإشباع حاجاتهم بالشكل الذي يدفعهم ويحفزهم إلى العمل بروح الفريق الواحد ويزيد من إنتاجيتهم في العمل هذا تعريف هناك تعريف آخر العلاقات الإنسانية هي مجموعة من الاتجاهات التي تهدف إلى تطوير العمل الجماعي داخل المنشات وخلق نوع من التكامل بينهما عن طريق تجميع وتوحيد الجهود بحيث يشعر الفرد بالرضاء إذن هذا أو هذه هي العلاقات الإنسانية طيب ما هي مفهوم العلاقات الإنسانية بشكل عام يمكن تلخيصها بما يلي أنها تركز على العنصر البشري أكثر من التركيز على الجوانب المادية في الإدارة وهي إثارة إثارة الدوافع والحوافز للأفراد من خلال العمل في العلاقات الإنسانية أيضا تهدف العلاقات الإنسانية إلى الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتنظيم العمل تسعى العلاقات الإنسانية أيضا إلى خلق جو من التفاهم والتعاون يؤدي إلى إشباع الحاجات الفردية وتحقيق الأهداف الشخصية والتنظيمية بدون وجود تضارب أيضا من خلال العلاقات الإنسانية الجيدة الموفقة يمكن إيجاد نوع من التوافق بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين إذن العلاقات الإنسانية مهمة أيضا العلاقات الإنسانية مهمة بحيث تضمن للعاملين الرضاء الوظيفي تدفع هؤلاء العاملين للعمل بطريقة جيدة وزيادة الإنتاجية تبعد الاضطرابات النفسية والمشاحنات والحجد والحسد أيضا تعزز الانتماء إلى العمل بشكل صحيح تمنح فرص للإنجاز والتقدم ترفع من الروح المعنوية هذه هي العلاقات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر